أستاذ وائل عينبا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ أهلا بك معنا أستاذ وائل إذن نهاينا ثالث جلسة من شهر أكتوبر على تباين بالنسبة للمؤشرات المصرية لكن يعني يمكن معظم الأسواق العربية كانت تترقب ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية البعض قال بأن الأسواق العربية هذه المرة لا دخل لها بما يحدث في أمريكا هل هذا أيضا ينطبق على ما يحدث في البورصة المصرية بداية تعقيبي على تباين المؤشرات النهاردة ومبارح أيضا أننا دايما قبل الأجازات الأفراد بتلجأ إلى تسهيل مراكزها وده اللي حصل في جلسة المبارح وجلسة النهاردة لذلك نلاقي مؤشر إيجي إكس سبعين اللي بيتعامل عليه الأفراد هبط أمس وليوم في حين إيجي إكس تلاتين ارتفع النهاردة مدفوع بشراء المؤسسات الأجنبية والمصرية نعلق بقى على موضوع أمريكا كموضوع عام يخص البورصة المصرية ويخص الأسواق العربية كليا أنا ليه تعليق هقول أن ده خاص بسيني بيسي عربية وناخد عليه حقوق الملكية الفكرية يتقال عندكم النهاردة ونيجي بعد سنة ونقيمه سوف تنتقل الأموال من الغرب إلى الشرق ومن الشمال الاقتصادي إلى الجنوب الاقتصادي والمنطقة العربية هي في الشرق والجنوب الاقتصادي في نفس الوقت ولذلك ستتحول الأموال من البورصات لحققت أرقام عالية نحن شايفين أمريكا بتحقق هاي تاريخي يعني عاملت 15700 نقطة ده هاي تاريخي هتبدأ تتحول الأموال إلى المنطقة وبالفعل الأسواق العربية السعودية وكويت ودبي بتحقق أرقام ما قبل الأزمة وبدأت تعمل قيم متدولات مرتفعة السؤول مصري أنا شايف أنه يتكرر فيه سيناريو عام 2007 إذا كنا نؤمن بأن المؤشرات للبورصة في أي بورصة في العالم دائما تستبق المؤشرات الاقتصادية هنقول أن أمريكا في 2007 هبطت من 14 ألف نقطة وكانت ساعتها قمة تاريخية بتاعتها وحصلت الأزمة بعدها في 2008 فإذا مؤشرات البورصات أريتها مسبقا البورصة المصرية في 2007 سعدنا من يناير لديسمبر في 2007 من 7 ألف نقطة إلى 11 ألف نقطة ثم جاء 2008 لنحقق أعلى أرقامنا الاقتصادية على الإطلاق معدل النمو الاحتياط النائدي السياحة الصنار الأجنبي المباشر كل الأرقام الجيدة كانت في 2008 فالبورصة استبقت الأحداث لذلك أنا أقول أن السيناريو 2007 سيتكرر وهو أن تتحول الأموال من الغرب إلى الشرق وتشهد البورصة المصرية سعودا كل ما هيحصل هدوء في الشارع مع تطبيق لخريطة الطريق المرسومة هتبدأ البورصة المصرية تنتعش وأنا أقول بإذن الله معانا ألف نقطة جديدة تبدأ من هذا الأسبوع حتى نهاية العام حتى السيناريو أستاذ وائل حتى لو توصل الكونغرس إلى عملية رفع صقف الدين التي يطمح إليها أوباما السؤال جميل حتى لو توصلوا إلى هذا لأننا شايف أن البورصة الأمريكية وصلت لمناطق خلاص أنا أعتقد أن هي مناطق ممكن نقول هاي تاريخي في الوقت الحالي والبورصات العربية بدأت تنهض كقيم تداول وكمؤشرات وارتفاع في المؤشرات البورصة المصرية متأخرة عن كل البورصات العربية والعالمية بسبب الأحداث الداخلية التي تمر عندنا دعنا نبقى أيضا في البورصة المصرية تصريح لرئيس الهيئة العامة لرقبة المالية المصرية شريف سامي قال بأن الهيئة تعتزم استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رؤوس الأموال أو حتى تقسيم الأسهم ترتبط باستفاء شروط موضوعية وأضاف على أن إدارة الشركات الموقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وأيضا إتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العمومية إذن هذا الخبر سيد وائل كيف يمكن أن نعلق عليه كيف تنظر بشكل عام على حزمة الإجراءات التي ستتخذها هذه البورصة عملية وضع قواعد لعملية معايير تجزئة الأسهم أيضا زيادة رؤوس الأموال هل ستكون فعالة فعلا بالنسبة للسوق بداية هي مجموعة إجراءات بتأخذها الهيئة والبورصة في الوقت الأخير لعودة الأمور إلى طبيعتها الشركات كان فيه لغط كبير قوي في السنين الماضية على موضوع التجزئة وموضوع زيادات رؤوس الأموال وكان كتير قوي من الملفات بتتعطل جوه الهيئة فالهيئة قالت هنحط قواعد قبل ما مجلس إدارة الشركة ينعقد عشان ياخد القرار يرجع هذه القواعد من ضمنها وأهمها في السوق المصري التجزئة لأن التجزئة المتعاملين بيفتكروا أن التجزئة هي يعني شيء إيجابي على السهم وده اللي بيحصل للتجربة السابقة أي سهم بيقول أنا هجزأ بيرتفع بالفعل الهيئة قالت ايه؟ أولا معيار السيولة النهاردة التجزئة الهدف منها أن يبقى فيه سيولة أعلى على السهم عشان يقدر أنه يعمل اكتتاب وزيادة رؤوس أموال معيار السيولة هتحط رقم معين لمعيار السيولة المعيار الثاني المعيار اللي هتحطه بتوقيت اتخاذ القرار يعني أن هي تبدأ مجلس الإدارة يبعت للبورصة أنا ليه هنا تعقيب صغير أن يريد يتم إيقاف التداول على الأسهم اللي هتطلب تجزئة في الفترة القادمة حتى تنتهي الموافقة أو عدم الموافقة لأن في بعض الملفات هتأخذ دراسة في البورصة ودراسة في الهيئة أنا هنا بقى طالب بإيقاف التداول عليها في وقت فترة الريبة اللي هو هيقدم فيها الملف ويأخذ الرد سواء بالموافقة أو بالرفض بالنسبة لزيادات رؤوس الأموال لازم الشركة تحدد هتستخدمها في إيه لسداد قروض ولا توسعات والخطة التي تستخدم فيها زيادات رؤوس الأموال طيب أيضا هناك سيكون بدء التداول يوم الاثنين في بورصة النيل أربع ساعات أستاذ وائل هل سيكون لها تأثير زيادة عدد الساعات على بورصة النيل على السوق هي بورصة النيل مولود ولد ميتا يعني هي ولدت في 2010 على إيد الدكتور محمد عمران كان ساعتها نائب رئيس البورصة وهو اللي كان تولى هذا الملف المولود ده تولد ميت كأحجام تعامل وكقيم وكاهتمام مستثمرين فاللي بيحصل دلوقتي أنهما بيحاولوا يدولوا جرعات منشطة منها أنه يبقى التداول أربع ساعات وأنا بقول يا ريت بقى الجرعة التانية أن يبقى 10% أبو داون زيها زي البورصة العادية ما يبقاش لوحدها ليه حدود 5% أن هي تترفع الحدود وهنقيم هذه التجربة بعد ثلاث شهور ولكن بالفعل بورصة النيل خلال الفترة الماضية ما كانش فيه أي اهتمام من المستثمرين بيها بسبب أن تداولها كان نصف ساعة فقط في اليوم